النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض اكوى مسحول الملابس البيضة المسحول ده هو تعيبقى جميل جدا جدا وبأكد في اول فيديو المسحول ده هو تعيبقى خاص بس الملابس البيضة فانتو لو اول مرة تتابعوني حبيبي ياريت كده تدعموني كده باللايك والشير والاشراء في القناة وما تنسوش فعالوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وما تنسوش كده حبيبي تدعموني باللايك لان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لكل المشاهدين اللي هما يشوفوه فتابعوا معايا الفيديو للاخر لان الوصفة دي جميلة جدا جدا وهنشوف مع بعض التجربة عملي وهنشوف مع بعض احنا هنحتاج لإيه هنحتاج حبيبي هنحتاج لصابونة الصابونة دي اي صابونة بقى انت عايزة تستخدميها يعني انا هستخدم معاكم النهاردة صابونة ايه سفنة اه بتبقى دي اخترتها يعني النهاردة وهنستخدم نصف كبات كربوناتو وهدي كده شكل الصابونة اللي انا هستخدمها اه اي نوع صابونة انتو حبينا دي صابونة عشان بريحة كده تدي ريحة حلوة للمسحوب وهنستخدم اه معلقتين كده هوت نشادق راه وهنستخدم برضو مسحوق مسحوق بضرة المسحوق ده هوت ده كده كيلو تقدروا ليه تستخدموا اي نوع مسحوق انتو حبيينه اه حبيين تستخدموه اه فدي كده المكونات معايا هي بسيطة جدا نا في الاول انا ده كده شكل الصابونة معايا على فكرة لو انتو عندوك بواقي صابون بريحة ممكن تستخدموها اه مع الصابونة دي الناحية الوسعة من المبشرة مش هعملها اه نحية ديات لا هستخدم اه ادي نحية في المبشرة اه لو الصابونة معاك يريد تبقى جامع ده اه مش هينفع معاها النحية الدياء ديات يبقى استخدمي النحية الوسط في المبشرة اه حب ده اللي انا ابشر الصابونة كده هوت اه زي ما احنا شايفين نعم لحد ما تنزل معايا كده هوت ايه يعني اه يعني بودرة كده اه عتو بقى خشنة شوية بس انا برضو اه حقولكم هعمل ايه دلوقتي اه شايفين شكلها هي نعمة اه بس انا مش عايزها بالقوم ده اتفعل بالمسهوق عايز انا عامة خالص اه يعني انا عامة على قد ما اقدر اللي انا ادخلها بقى ايه بعد ما ابشر الصابونة ديت اه حدخلها على الفرن عشان احمصها ايه يعني الرطوبة اللي فيها هتروح شوية اه ده كده انا خلصت الكمية كلها بشرتها بتبقى معايا بنفس الشكل كده بس عشان اتأكد برضو الصابون ما يبقاش فيه نسبة رطوبة عشان الصابونة عندي يعني فيها رطوبة شوية حدخلها على الفرن على اقل درجة اه لحد الصابون كده ما ينشف معايا شوية هنا خلاص اللي ما خدش معايا وقت ده اقل من العشر دقائق كان خلص بطلعهم للفرن ممكن تقدري تعملي الحركة ديت اه بين ايديك كده هتبصت لقيت فرق معاك بسرعة اه بس انا حابة اللي انا اعمله في قلب الكبة حفضي حفضي الصابون كله كده في قلب الكبة متاعت الخلاط وانا عامه بقى ايه واضربه عايبقى عينهم معايا احسن يعني بس يا ممكن تعملوا بين ايديك وكده بس اه يعني مش هايدكوا النتيجة المطلوبة اللي انا عايزاها اه هنا بقى انا حاضربه كده في قلب الكبة عشان انا عامه كويس اه حيبقى معايا زي المسحوق البودرة اللي احنا بنشيروه من بره للغسيء لا فده القوام اللي انا عايزاها يعني وحيبقى ناشف وحلو يعني حيبقى جميل جدا نعم فهي حتة التحميس كده ات لما تحمصوا الصابون كده في الفرق عشان الرطوبة اللي فيه تروح بتبقى احسن بيبقى الصابون مش مش ماسك في بعضه يعني كده البشر يعني بتاع الصابون مش باسك في بعضه فبيبقى عامز المسحوق كده وناشف ومفرول كده فدي النتيجة اللي انا ايه اللي انا حباها يعني اه هنا انا بضربه فهو مش بياخد وقت في الضرب با اه بينضرب بسرعان يعني اه حبدأ لنا اه كده معايا كروانة كده صغيرة عشان ابدأ لنا اخلط فيها المكونات المسحوق كده اللي انا حعملها اه ده كده شكل يعني الصابون كده لما حاولته المسحوق بضرح الصابون بريحة دهوت بيدي تبيض برضو للملابس وبيدي له ريحة حلوة ففضل انتوا تستخدموا الوصفة ديت في الملابس البيضة بس ما تستخدموش في الوقت نعم هنا ده دي كده شكل المسحوق شايفين بودرة ازاي تحول معايا المسحوق اه حبدا بقى ايه دلوقتي اعمل بقى ايه خطوة باية الخطوة التانية تشوف مع بعض ده دي كده معايا مقلايا كده هو تحب ده اللي انا احط فيها نص كوبات الكربوناتو واحط بقى ايه معلقتين النشادر معلقتين كوبار من النشادر احنا بنعمل بها البسكوت هقلبهم مع بعض طبعا في الخطوة ديت لازم 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 تبقى لابسك ماما الكماما ديت عشان ريحة النشادر بتبقى قوية جدا نعم فانت مش هتستحمليها يعني فيفضل اللي انت تبقى لابسك ماما حنحط بقى المقلايا ديت على النقر على شارحة النشادر ديت ايه يعني التروح يعني يعني وكمان يعني نسخن كده المكونين دول مع بعض والريحة كمان اللي هي تروح حب ده بقى ايه اللي انا احطها كده هو توقلبها لحد الريحة ما تتبخر منها خالص ما تبقاش في ريحة عايبقى فاضل معايا يعني مسحوق النشادر من غير ريحة بس عايدي مفعول حلوة برضو بس احنا كده عشان نتخلص من ريحة النشادر فغزم خطوة التسخين ديت انا بسيبها على البوتاجاس كده وكل شوية بقلبها عشان ريحة النشادر اللي هي تتبخر منها. فطبعا هي اول ما بتيجي اللي هي بتسخن بتلاقي عمية كده فقاكية كده زيارة فبتشيل المقلية من على النقر. اه وحنشوف برضو ايه مع بعض انا كده ايه سايبها لحد ما تسخن كده ايه معايا. بقلبها. طبعا هي اه النار اه النار معايا يعني النار وسط كده هوت. اه مش نرعلي اجامد يعني. فانا مسورا لكم الفيديو خطوة بخطوة. يعني طريق التعامل المسحودة هوت مسورا خطوة بخطوة عشان تبقوا شايفينه. اه زي ما احنا شايفين. اه كده حبيبي. يعني كده انا بسخن فيه برضو. كده اه كده خلاص وكده اقرب اه خلاص اهوت. هشيله بقى من على البتاجاء زي. طفيت كده النار. حب ده اللي انا اسيبه لحد ما يهدى بس معايا شوية. وحب ده بقى ايه يعني ما حطوش على الصابون وهو سخن كده اسيبه بس يهدى شوية. شايفين منظر المسحود اللي انا عملته من الصابون? نعم. اه حب ده اللي انا افضي عليه بقى المسحوق. اه المسحودة هوت اه للغسلات الاوتوماتيك والغسلات العادية يعني فانا يعني حبيت اللي انا استخدمت المسحودة النهاردة. انا اه بعد كده وقت بابدأ بقى اللي انا اقلق بها. وكمان يعني لو مستخدمة مسحوم من العادي يعني اه عادي يعني ينفع برضو. لان هي كده الوصفة فيها كربوناتو. الكربوناتو يعني بيمنع بيقلل الرغوة. فعيبقى امن جدا انت تستخدميه في الغسالة الاوتوماتيك. حب ده اللي انا افضي بقى كده المسحوق. اه يعني المكونات كده هدت معي. الكربوناتو اللي انا سخنتهم مع النشادر. حب ده اللي انا اقلق بقى المكونات مع بعضيها. اه عشان تختلط يعني ايه مع بعضيها كويس. اه شايفين الكمية معي. كمية حلوة. وكده انا عملت اقوى مسحوق. اه اقوى خلطة فعلا اه رهيبة جدا في النظافة. وعنشوف مع بعض التجربة دلوقتي عملي. حقصل معكم شوية ملابس كده بيضة متاعة ابني. يعني. طبعا هي الملابس البيضة ديت ملابس داخلية متاعة ابني. ابني بقى بينزل الشغل مع ابوه طوله النهار بقى في الشغل وكده هوت. فعتلاقوا الملابس كمان فيها الاسفرار ووسخة جامد مطرح العرق طوله يعني طوله النهار. يعني جابا لكم شايفين المنظر ووسخة زي. يعني. اه فحبدا بقى ايه دلوقتي اللي انا ايه يعني حعمل بقى معكم التجربة عملي عشان نشوفوا قوة قوة المسحوق. شايفين المنظر الملابس? انا بورع لكم بس الاول عشان اورركم بس ايه اه المنظر قبل ما اخسلها يعني. هنا بقى ايه حبدا بقى ايه دلوقتي اللي انا احطها بقى كده في قلب في قلب المياه انقاحها بعد ما حطيت المسحوق كده عليها. يعني انا كده بحطها بقى في المياه. اه يعني الخطوة ديت لو انت عندك يدوم بيضة اه انقاعها كده قبل ما تخسلها في الغسالة. اه في المسحوق ده زم انا ما اعملت كده. اي اي كمية بقى هدوم حطها في قروانة ومع شوية مياه. اه لو مياه دافية كمان تبقى حلوة. انا استخدمت مياه ساعة. اه فالمياه دافية بتساعد كمان بتبقى حلوة. بس هي قوة المسحوق اللي انا عاملها النهاردة دهوت يعني في مياه ساعة ايه وانشوفوا النتيجة معايا. هي نتيجة رهيبة جيدا بسراحة. اه انا كده اه حطيت بقى الهدوم كده ايه كلها. وحورركم برضو ايه? حورركم شكل الهدوم اول ما حطتها. وانشوف برضو ايه يعني بعد خمس دقايق لما حطت الهدوء. ما? لان هي يعني ما طولتش في قلب المياه. كده انا بكمل مياه تاني. اه وحسيبها بقى كده هوت يعني اسيبها كدهات ايه خمس دقايق. وهنشوف شكلها اه شكل الملابس عامل ازاق يعني? هنشوف بقى مع بعض. نتابع. طبعا اه الفلنة هي تلفل لنا الحملات. شايفين الحملات متعيتها روبة ازاق يعني? فهنشوف بعد شوية من غير ما ندعك ولا ايه حاجة. انا ما يعني ما انا مش حدعك فيها خالص. اه يعني انا كمان اه سبتها كدهات في قلب المياه ومسكت التليفون عشان اصور لكم بس ايه من غير ما مدي دي في قلب المياه ولا ادعك الهدوم دي ولا ايه حاجة. مجرد اللي انا بصور بالتليفون. نعم عشان نتابع بس اه اللي انا اوري لكم. اللي هي من غير دعك كمان يعني هتشوفوا هتلاحظوا الفلنة كمان هتلاقوا اللي هي بتبدأ اللي هي تبيض واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين اهيت. يعني حتى لو انتوا هترجعوا الحتة ديت وتفرجوا عليها تاني. هتلاحظوا الهدوم اللون متاحها الابيض كده بيظهر واحدة واحدة هيت. وبيبدأ الصفار الوساخة اللي هي في قلب الهدوم بتروح. اه هنا هو اه شايفين المنظر. يعني شايفين داتني بيض حلو ازاي? يعني. بصراحة الوصفة ديت رهيبة جدا. ده كده حبايبي كان الفيديو معي النهاردة وعملت معاكم اقوى مسحول الملابس البيضة. الملابس البيضة بس مش الملونة. لان لو استخدمتي في الالوان عدا يعليق لون الالوان الملابس. اه فاتمنى حبايبي اللي انتوا تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. كان معكم حنان الوراك السلام معروبر مودود. شكرا.